السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحمة بكم عزائي الكرام على قناة إشعاع في هذا الفيديو أشارك معكم طريق التحميل وتثبيت برنامج ويرار ويعتبر برنامج ويرار من البرامج الأساسية التي يجب أن تتوفر في أي حسب يستخدم البرنامج في فك الملفات المضغوطة وفي نفس الوقت يقوم بضغط الملفات كبيرة الحجم وكذلك دمج مجموعة من الملفات في ملف واحد وأيضا تقليل حجمها وبالتالي سهولة مشاركتها نلاحظ مثلا هذا الملف الذي هو في سيغة رار كما يظهر إذن سأقوم بفتح هذا الملف إذن هنا الملف لا يفتح إذن سوف نحتاج إلى تثبيت برنامج ويرار أو أي برنامج آخر يقوم بفك الضغط عن الملفات وبطبيعة الحال يعتبر برنامج ويرار هو الأفضل بين هذه البرامج لتحميل البرنامج نفتح الموقع الرسمي وسوف أضع لكم الرابط في الوصف إذن يمكن تحميل البرنامج من خلال النقر مباشرة على داونلود ويرار ولكن الأفضل النقر في الأسفل على داونلود وفي هذه الصفحة يمكن تحميل البرنامج من خلال اللغة وتتوفر هنا اللغة العربية أيضا يمكن تحميل البرنامج من خلال اختيار الإصدار كذلك يمكن هنا اختيار نظام التشغيل مثلا سأختار الويندوز وأيضا هنا يمكن اختيار نوع نظام التشغيل 32 بيت أو 64 ولمعرفة نظام التشغيل لديك سوف نذهب إلى هذا الكمبيوتر الشخصي ثم ننقر عليه بزر الماوس الأيمن ثم خصائص وهنا نلاحظ أمام نوع نظام يظهر نظام التشغيل بإصدار 64 إذن سأحتاج إلى تثبيت الإصدار الخاص بيرار لـ 64 بيت إذن سوف نختار تثبيت البرنامج باللغة العربية إذن نأتي أمام Language ثم أختار Arabic إذن هنا يظهر إصدارين للبرنامج إصدار خاص بـ Windows 64 بيت و 32 بيت سأختار إذن هنا 64 بيت وكمان نلاحظ في الأسفل تبدأ عملية تحميل البرنامج الآن بعد أن تم تحميل البرنامج سنقوم بتثبيته سنتوجه إلى مكان تنزيله في الكمبيوتر ثم نقوم بالنقر عليه ثم نضغط على تثبيت لمن يستخدم اللغة الأنجليزية يقوم بنفس المراحل ثم تظهر هذه النافذة الجديدة إذن هنا سنختار الملفات التي يتم فتحها من خلال ويرار سوف أختار إذن هنا كل البرامج ثم ننقر على حسنا أو أوكي ثم ننقر على تم وبهذه الطريقة الآن تم تثبيت البرنامج ونلاحظ هنا أن هذا الملف المضغوط تحول مباشرة إلى صورة برنامج ويرار الآن لفك الضغط عن هذا الملف واستخدام محتوياته أو أي ملف آخر في سيغة ويرار نقوم بالنقر عليه بزر الماوس الأيمن ثم ننقر على استخراج الملفات أو إكستراكت فايلز ثم نضغط على موافق وبهذه الطريقة الآن تم فك الضغط عن الملف والآن يمكن استخدامه الآن لضغط أي ملف بوسيطة برنامج ويرار مثلا سأختار هذا الملف هو ملف يحتوي على مجموعة من المستندات وأيضا الصور وكذلك البرامج نقوم بالضغط عليه بزر الماوس الأيمن ثم نأتي إلى خيار إضافة معلومات أي اسم الملف وهو معلومات إضافة معلومات إلى رار ثم ننتظر حتى يتم ضغط الملف وبهذه الطريقة تم ضغط الملف إذن إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو أرجعنا للشرح إعجابكم لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والنقرأ على زر أعجبني في حالة أعجبك الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته